يخوض العالم بإسره معركة شرسة ضد فيروس كورونا وباء لم ينجح العلماء إلى الآن في إيجاد دواء شاف له أو لقاح يضع حدا لتفشيه واقع يجعل الأطباء والممرضين والمسعفين في صفوف المواجهة الأمامية في هذه المعركة فعناصر التقم الطب في مختلف دول العالم حيث ينتشر الفيروس يناضلون في سبيل شفاء المصابين وإبعاد كأس الوباء عن البقين لهم نخصص هذه الفقرة في ردار الأخبار فقرة الجيش الأبيض اليوم نتعرف على التجربة العراقية معنا من بغداد الطبيب في مستشفى الصدر العام الدكتور أحمد فاضل مساء الخير دكتور أحمد فاضل نحييكم طبعا كطاقب طبي في مواجهة فيروس كورونا التجربة العراقية فيها العديد من ربما النقاط التي يجب التوقف عندها مع طبعا المنظومة الطبية الهشة التي يملكها العراق ما الصعوبات التي تواجهونها في تطبيب مصابي كورونا نعم مساء الخير وكل عام وانتو بخير بمناسبة هذا الشهر الفضيل عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات بالبداية الحكومة العراقية في مطلع نهاية شهر فبراير أول ظهور حالي للفيروس شكلت خليل الأزمة خليل الأزمة على عاتقها اتخاذ قارات تحد من هذا الفيروس من ضمنها الحضر العام للتجوال وكذلك غلق المنفذ الحدودية وعدم التنقل بين المحافظات وغلق المساجد والمعاهد وكذلك أيضا غلق المطارات والرحلات هذا حد بشكل كبير من الفيروس في العراق يعني هذه القرارات أيضا نحن الآن نواجه يعني فيروس مبهم لكل دول العالم يعني حتى طرق انتقاله وكذلك طرق علاجه مختلف عليها وكذلك حتى لا يوجد لقاح له ونسبة الوفيات في هذا المرض هي غير معروفة فهو نحن نعيش ضبابية بالعراق والدول الأخرى نعيش ضبابية هذا الفيروس على الرغم من مهارة ملاكاتنا الطبية الموجودة لكن إمكانياتنا الطبية كمستشفيات قليلة جدا يعني وضعيفة جدا وبسيطة جدا طيب يعني هناك من يقول بأن أسوأ الاحتمالات إصابة مئات الألاف في العراق هل المنظومة الطبية في العراق قادرة على احتواء أعداد كهذا؟ كمنظومة طبية أكيد ما نقدر نحتوى هذا العدد يعني إذا لاحظ إحنا الدول المحيطة إنا كتركيا والسعودية وإيران الإصابات لليوم الواحد عدد الإصابات لليوم الواحد هي معادل الإصابات العراق كمجموع من نهاية فبراير إلى اليوم كمجموع يعني لا سامح الله لو كنا إحنا إصاباتنا تعادل هذه الإصابات الموجودة في هذه الدول لكان الوضع الصحي في العراق منهار بشكل كام ولكن الأراق لا يملك الإمكانيات بمستشفيات طيب يا دكتور أحمد يعني في دولة لا يتم فيها إجراء فحصات عشوائية أو حتى فحصات منظمة لا يمكن الجزم بأن الأعداد المعلنة لمصابي كورونا هي حقيقية أنت تعرف ذلك أن هناك من يصاب بالمرض ولا تظهر عليهم أعراض فلا يضطروا إلى الذهاب إلى المستشفيات ولكنهم قادرين على نقل المرض للآخرين صح؟ بالتأكيد بالتأكيد إذا نتكلم عن هذا الموضوع فدول عظمى مثل الصين وباقي الدول أيضا متطي الأعداد الحقيقية هذه الحيثيات اقتصادية مثل ما تعرفين لكن بالنسبة لهذا الفيروس في العراق نتكلم بالعراق انتقلنا كوزارة الصحة وخلية أزمة وكذلك دائرة صحة الرصافة انتقلنا من وضع الدفاع على وضع الهجوم أي توجد مناطق شرقية في بغداد إذا تكثافة سكانية كبيرة انتقلنا من وضع الهجوم عن طريق المسحات العشوائية في المناطق تقسيم فريق 150 فريق متوزع على هذه المناطق لأخذ المسحات والعينات وأرسالها إلى المختبر المركزي هذا أيضا يفيدنا أنه يحد من انتشار المرض وأكيد نحن مثل ما نعرف أن بعض المصابين تظهر النتائج عليهم سالبة تكون عندما تذهب تحاليلهم إلى المختبر المركزي تكون التحاليل سالبة ثم تكون موجبة بعد ذلك فكل دول العالم لنا هذا هو الفيروس مثل ما قلنا مبهم يعني نسبة الفحص تكون مختلفة بين شخص وآخر اسمح لي دكتور باختصار عرفنا على البروتوكول المتبع في معالجة مصابي كورونا ما هو البروتوكول المتبع في العراق والمستشفيات العراقية؟ نعم بالنسبة للمشتبه بالإصابة الذي يشتبه بالنفسه بالإصابة يتجه إلى أحد المستشفيات أو المراكز الصحية تقوم بأخذ عينات ومسحات منه وكذلك أشعة مقطعية للصدر ثم ترسل إلى المختبر المركزي المختبر المركزي أما تكون الفحص موجب يرسل إلى أحد المستشفيات الخاصة وهي مستشفيات الفرات وكذلك ابن الخطيب هي مستشفيات خاصة بالأمراض الوبائية وأخذ العلاج هناك العلاج المتبع كعلاج باقي العالم هو هيدروكسوكلوركوين لكن هو غير مثبت علميا أيضا والآن نتجه إلى علاج البلازمة أيضا غير مثبت علميا يعني أهم شيء الموجود هو الوعي المواطن ثقافة المواطن قبل كل شيء صح خط الدفاع الأول مثل ما سميتين حضرتك لكن نحن خط الدفاع الثالث الخط الدفاع الأول هو الوعي المواطن وعي المواطن أهم شيء أنه يقدر أنه خطورة هذا المرض وثاني هو القوات الأمنية القوات الأمنية في الحفاظ على حضرت الجوال شكرا جزيلا لكم أشكرك الدكتور أحمد فاضل الطبيب في مستشفى الصدر العام من بغداد شكرا ترجمة نانسي قنقر